السلام عليكم وحبه الكرام تعلم اللغة الإنجليزية شيء صعب ويعاني منه الكثيرين من الناس لهذا السبب قبل أن نبدأ بحلقة اليوم راح نحل هذه المشكلة كيف تعلم اللغة الإنجليزية بطريقة صحيحة إذا كنت تعاني من تعلم اللغة الإنجليزية وتأخذ ما عندك وقت طويل في التعلم إذن هناك مشكلة يجب أن تغير أول شيء الطريقة التي تتعلم بها إذا ما نحصل على النتيجة المطلوبة يجب أن نستخدم اسلوب ثاني طريقة ثانية غير تقليدية لأن أغلب الطرق التقليدية تأخذ الكثير من الوقت لهذا السبب قمت في قناة سفيرساكاديمي بتصميم وإنتاج دروس مميزة جدا مناسبة للطريقة التي قمت بالبحث عنها وابتكارها ألا وهي طريقة الحفظ بالجمل الحفظ بالجمل طريقة مهمة جدا ومميزة جدا وأعتقد أن قناة سفيرساكاديمي هي القناة الأولى التي قدمت هذه الطريقة وصممت جميع الدروس الموجودة في داخل القناة على الأساس هذه الطريقة إذا تريد تحصل على طريقة بإمكانك الدخول أسفل هذا الفيديو في مربع الوقت سوف أترك لك الرابط وأيضا بإمكانك الضغط على الزر الذي سوف يظهر بعد قليل هنا في الأعلى إذن خلينا نبدأ الآن في هذه الحلقة في كورس أهم ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين اليوم رح نراجع خمس كلمات رح نأخذها في وقت أطول نشرحها بالتفصيل وضروري جدا جدا أنك تطبق طريقة الحفظ بالجمل هي تكرار الكلمات بصوت مرتفع لكل كلمة وعبارة جديدة خمس مرات بصوت مرتفع هذه النقطة الأولى النقطة الثانية تحضر كراس وقلم وتكتب بالقلم والدفتر لأن هذا الشيء فعال جدا جدا في تعلم اللغة الإنجليزية إذن استعد من هذه اللحظة ركز حتى تحفظ أكبر كمية من المعلومات في هذه الحلقة أيضا اضغط على لايك واشترك في القناة وفعل زر الجهاز حتى تحصل على جميع الدروس and now let's begin with today's lesson عندنا بعض التعليقات اللي اجت من المتابعين أشكركم كثيرا على هذه التعليقات الجميلة الأخ يوسف شكرا لك يقول شكرا على جهودكم التي ساهمت في تعليم أجيال أتمنى لو نقدر نساعدكم ونخدمكم في حاجة تقديرا لجهودكم شكرا جزيلا لك ولجميع المتابعين أكثر شيء ممكن أن تسووا أن تضغطون على لايك على كل الفيديوهات تتابعون تطورون إذا صرت أفضل احنا نصير أفضل واشتركوا بالقناة وشاركوا هذه الدروس للجميع أم وسام أيضا تقول جزاك الله خيرا أستاذنا الفاضل حقا فيديوهات راعة ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين بغيرك الله بك آمين وجعل الله في ميزان حسناتك شكرا جزيلا لك أم وسام ولجميع المتابعين وشكرا لك أنت أيضا لأنك تتابع هذه الحلقة لأنك إنسان مميز وتريد تتطور وصير أفضل إذن هذه بعض التعليقات الأخرى هذا الكورس مهم جدا أنصحك أن تتابع وتتعلم أكبر كمية من المعلومات خلينا الآن نبدأ في الكلمات العدنة ركز جيدا من الآن concern اهتمام تتبع معنا قلق أيضا شأن أوهم أو عناية إذن كلمة concern أقرأ معي concern concern أهم مرادفات كلمة concern أنشستي وري وري أتانشن أتانشن اهتمام إمبورتنس أهمية إذن هذه المرادفات خلينا أخذ أمثلة حتى تتعلم كيف نستخدم كلمة concern أركز جيدا لأنها راح يكون عندنا اختبار في نهاية الحلقة أيضا أحفظ أكبر كمية من المعلومات اقرأ معي the story concerns a friend of mine the story concerns a friend of mine القصة تخص صديقا لي the story concerns a friend of mine القصة تخص صديقا لي اقرأ معي the story concerns a friend of mine نأخذ المثال الثاني you must not concern yourself about me لا يجب أن تهتم بي you must not concern yourself about me you must not concern yourself about me you must not concern yourself about me وهذا الطريق القاعدة سويها الآن أكرر عليك العبارة عدة مرات حتى تحفظها وتدخل في مسامعك وتخزن في ذاكرتك هدفنا نحفظ 90% من المعلومات من أول مرة لهذا السبب التكرار مهم جدا باللفظ الصحيح you must not concern yourself about me نأخذ الكلمة البعض condition condition حالة شرط أو ظرف condition 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 case مرادفاتها case situation status position position condition 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 نأخذ أمثلة على كلمة condition حتى نتعلم استخدامها the bridge is in an extremely dangerous condition the bridge الجسر the bridge 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 is in is in an extremely extremely dangerous condition dangerous خطير dangerous extremely dangerous condition الجسر في حالة خطيرة للغاية the bridge is in an extremely dangerous condition the bridge is in an extremely dangerous condition she is in a stable condition هي في حالة مستقرة she is in a stable condition ركز معي جيدا she is in a stable condition she is in a stable condition خلصت الكلمة 157 كلمة 158 بعد عدنا ثلاثة كلمات فقط استمر للأخير وحفظ جيدا conference conference مؤتمر اتحاد تداول conference conference congress convention circulation إذن هذه أهم مرادفات كلمة conference نأخذ أمثلة على كلمة conference he gathered he gathered هو جمع all the men all the men جميع الرجال around around the table for a conference he gathered all the men around the table for a conference جمع كل الرجال حول الطاولة لحضور مؤتمر he gathered all the men around the table for a conference إذن احفظ جيدا كل الكلمات بصوت مرتفع وشيء طبيعي طبعا أنه أنت تقرأ بهذا البطء الآن بعد فترة سوف تتمكن من قراءة بشكل سريع جدا وأنا أقرأ ببطء حتى تتمكن أنت بحفظ الكلمات بشكل صحيح من أول مرة الخطأ ليكون عد كثير من الناس هو أنهم يتعلمون بطريقة خاطئة يتعلمون لفظ الطريقة خاطئة أو بعديا بعد فترة تصير عندهم المشكلة أنه لازم ينسون اللي راح ويتعلمون من جديد وهذه مشكلة يعانون منها الكثير إذن لهذا السبب أنا أقوم الآن بتكرارها عليك عدة مرات حتى تحفظ بشكل جيد they had a family conference 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 كان لديهم مؤتمر عائلي Congress Congress مؤتمر لقاء اجتماع Congress Congress Conference Seminar Appointment هذه أهم مرادفات كلمة Congress اللي هو مؤتمر أو لقاء اجتماع Conference اللي مرت علينا قبل قليل Seminar Appointment المثال على كلمة Congress An International Congress of Mathematicians An International Congress of Mathematicians مؤتمر دولي لعلماء الرياضيات مؤتمر وطني لنود الأمريكيين المؤتمر الاخيرة باذه الحلقة هي كلمة consider كلمة مهمة جدا باللغة الإنجليزية يجب أن تتعلمها بالشكل الصحيح نحفظ مرادفاتها أيضا consider يعتبر فكر أو اعتبر أو رأى consider يعتبر consider أهم مرادفاتها believe think speculate إذن كلمة consider consider رح نأخذ عليها بعض الأمثلة حتى نتعلم كيف نستخدمه I consider him I consider him responsible I consider him responsible أنا أعتبره غير مسؤول I consider him responsible I consider him responsible إذن do you consider him a good player do you consider him a good player هل تعتبره لاعب جيد سؤال do you consider him a good player do you consider him a good player do you consider him a good player شكرا لك على المتابعة الآن انتهينا من هذه الحلقة مهم جدا أن تجري الاختبار اختبارك هو الآن هو أن تأخذ الكلمات الخمسة اللي مرت علينا بهذه الحلقة وتكون على كل كلمة من هذه الكلمات جملة مفيدة وتكتبها بالتعليق ضروري جدا حتى تستفاد منها أنت ويستفاد منها الآخرون ولا تنسى تعلم طريقة الحفظ بالجمل ألا وهي طريقة ممتازة وفعالة جدا بتعلم اللغة الإنجليزية وكما قلت لك في البداية إذا كنت عاني من تعلم اللغة الإنجليزية ولا تحصل على النتيجة المطلوبة يجب عليك تغيير اسلوب وطريقة التعلم حتى تتعلم شكل أسرع وفعال وتستثمر وقتك بالشكل الصحيح شكرا لك على المتابعة لا تنسى الآن الضغط على إعجاب واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس القادمة إن شاء الله شكرا لكم على المتابعة ولا تنسوني من صارح دعاكم كنت معكم في الإعداد والتقديم إحسين الغالب إلى اللقاء